أطلقت دولة القافلة الرابعة من المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة تضمنت القافلة التي تطلقها وزارة التموين عشر شاحنات محملة بأربعين طن من كافة المستلزمات المطلوبة وذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا ويجرى تجهيز قافلة خمسة لأهالي قطاع غزة تفزن الاتفاقية الموقع بين جمهورية مصر العربية وهيئة الإغاثة الكاسوليكية والممثالة في اللجنة العامة لمساعدات الأجنبية وزارة التموين والتجارة الداخلية تم التنسيق مع هيئة الإغاثة الكاسوليكية مكتب مصر بشأن تقديم كافة المساعدات المطلوبة وعلى أثر ذلك ونتيجة التنسيقات التي تمت بين اللجنة وهيئة الإغاثة نحن اليوم بصدد إرسال القافلة الرابعة من مساعدات الإغاثة العجلة عبارة عن عشر شاحنات محملة بكافة المستلزمات المطلوبة من الخطاع بواقع أربعين طن مساعدات بتتمثل في عدد أربع تلاف غطم شمع بلاستيك للحفاظ على خيام من الأمطار عدد تلات تلاف وخمسمائة بطنية تمن تلاف شريط لاسك لزوم تجهيز الخيام ومستلزمات النظافة العامة والشخصية اللي بتكفي لأربع تلاف قسم